بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنتكلم النهاردة عن صفقة طائرات كبيرة جدا تم الإعلان عنها من حيث محتويات الصفقة ومواصفاتها التقنية وتأثيرها على التوازنات في المنطقة وهل تعتبر الصفقة مفاجأة وسر تغير الموقف منها من بعد ما كانت مرفوضة قبل شهر أصبحت مقبولة الآن وأكبر من ما كان مرفوض وإيه علاقتها بمصر تفاصيل مهمة جدا هنقشها باختصار تابعنا للنهاية عشان تكتمل عندك الصورة بالأمس تم الإعلان في القناة الـ 12 العبرية عن صفقة بتشمل عشرات الطائرات اللي بتعتبر الأحدث في العالم الصفقة حسب مكشفة القناة نقلا عن مصادر في وزارة الأمن ومسؤولين التخطيط شملت 25 طائرة F-15 IA و25 مقاتلة F-35 و12 مروحية أباتشي هجومية وآلاف من الزخائر الجوية وفي نبزة سريعة عشان نعرف قدرات الأنواع دي من الطائرات أولاً الـ F-15 IA وهي بتعتبر أحدث جيل من طائرات الـ F-15 EX مقاتلة السيادة الجوية والفرق بين النسخة دي وغيرها من النسخ إن الشركة أدخلت عليها تعديلات كتير في البدن خفضت من بصمتها الرادارية واستخدمت في صناعة البدن المواد المركبة عشان تخفض الوزن وتحسن الصلابة وتقلل من البصمة الرادارية حمولة الطائرة من صواريخ القتال الجوي امرام أصبحت مضعفة يعني الطائرة الواحدة بتشيل 22 صاروخ امرام دي بعيد المدى وبتشيل حمولة من قزائف جي دام وقزائف الكتر الصغير بتوصل لـ 28 ألف رطل يعني بتعادل تقريباً من 13 لـ 14 طن والفرق الأكبر في التجهيزات الإلكترونية لأن تم تجهيزها بأحدث رادار إيسا لطائرات السيطرة الجوية من نوع ABG 82 بتكنولوجيا إيسا بمدى 400 كم مع أحدث منظومة حماية ذاتية وتشويش أو بيطلقوا عليها منظومة الوعي الظرفي وهم عندهم بالفعل 84 مقاتلة F-15 حالياً منهم 25 من النسخة راعم هيتم تطورهم لنفس المواصفات النسخة EX فالعدد الإجمالي هيوصل 109 منهم 50 من النسخة EX أما مقاتلات F-35 الشبحية فهم عندهم بطبيعة الحال 50 طائرة منها يعني العدد هيوصل 75 طائرة شبحية نسخة خاصة يقال إنها أعلى النسخة تجهيزاً وحصلوا عليها بسورس كود مفتوح عشان يضفوا لها قدرات من إنتاجهم الخاص وزخائر خاصة بيهم أما طائرات الأباتشي 12 من روحية أباتشي من النسخة E عشان تضاف لـ 48 مروحية موجودة بالفعل يعني هيوصل العدد لـ 60 أباتشي والنسخة اللي بيحصلوا عليها من الأباتشي بتعتبر نسخة خاصة مكتملة التجهيزات بما فيها الرادار البحس المليمتري لونجبو وبيضفوا لها تجهيزات خاصة بيهم بتشمل نوع من الصواريخ اسمه سبايك نيلوس مدى من 25 لـ 35 كم مضاد للدبابات بعيد المدى أفضل بكتر من التسليح القياسي بالهيلفاير اللي مدى من 18 كم وبيضفوا لها منظومة حماية ذاتية من الصواريخ المحمولة على الكتف كل الصفقات دي كانت مقررة بالفعل يعني هما متفقين عليها بالفعل من زمان فلما نرجح شوية في الأرشيف لمصاري الصفقات دي هنلاقي ان مثلا صفقة الـ F-15 متفق عليها من أيام ترامب في صفقة 111 مليار دولار بتشمل الـ 25 طائرة بالإضافة لتطوير 25 من النسخة راعم لنفس المستوى كمان صفقة الـ F-35 25 طائرة هنلاقي برضو ان فيه خبر في شهر يوليو اللي فات اتكلم عنهم صفقة بقيمة 3 مليار دولار فالصفقات دي مش جديدة ولكن كل ما في الأمر انهم بيطلبوا تسريع تسلمها يعني بدل ما كانتها تتسلم لحد 2028 و2030 هتتسلم بشكل عاجل جزء منها هيتخذ مباشرة من مخصصات الجيش الأمريكي مع تسريع انتاج الجزء المتبقي ويكون لهم الأولوية في الاستلام رغم ان عندهم بالفعل سلاح طيران كبير جدا لسه متكلمناش عن طائرات F-16 صوفة اللي بتعتبر المحور الأساسي في سلاحهم الجوي ايه الأمر الملح اللي بيستدعي التسريع مبدئيا عشان تكون الأمور واضحة ولا القطاع ولا جنوب لبنان جبهات بتستدعي ان يتم اضافة الاعداد دي كلها خصوصا ان اللي موجود عندهم اعداد كبيرة بالفعل ولكن ده في اطار استعداد لتوسع نطاق او جبهات المواجهة طيب من شهر تقريبا كان فيه خبر ان ادارة بايدن رفضت طلبهم لمروحيات الاباتشي كنوع من الضغط لعدم التصعيد او توسيع نطاق المواجهات في المنطقة ايه اللي تغير في الموقف وبدل ما كان الكلام عن الاباتشي اصبح الكلام على صفقات بتشمل الاف 35 والاف 15 من احدث نسخة هل ده مؤشر على تغير الموقف من ادارة بايدن لو صحت المعلومات فهي مؤشر واضح ولكن لما الصحفيين سألوا متحدث البنتاجون على الصفقة قال لم يتم اختارنا بها فمش منطقي برضو ان صفقة يقال حسب القناة ال 12 ان جزء منها هيتسلم من مخصصات البنتاجون يتم الاتفاع عليها بدون ما يتم اختارهم في شيء غامض في الموضوع هل في اطار نوع من الخداع او نوع من الرضع وارد جدا الاتنين طيب التصعيد لو حصل ممكن يشمل مين في الفترة الاخيرة اصبح فيه تركيز كبير منهم على محور فلاديلفيا واحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان المحور ده كان تحت سيطرتهم لحد سنة 2005 لما قرروا بنفسهم الانسحاب منه بشكل منفرد وطلبوا من مصر ان يكون فيه تفاهمات خاصة بالمحور ده تلحق باتفاقية السلام واصبح بينطبك عليه نفس اللي بينطبك على المنطقة ده اللي الموجودة عندهم ما فيهاش انتشار لآليات سقيلة ولازم التنصيق المسبك قبل اي تحريك للكوات فيها فهم ارسلوا وفود للتنصيق في مصر عشان يبدوا يتحركوا في محور فلاديلفيا لكن مصر رفضت انهم يتحركوا فيه بآليات سقيلة لان المحور ده اصبح فيه كسافة كبيرة من المواطنين ماينفعش يتنفس فيه عمليات عسكرية بخلاف ان التحرك في الظروف دي هيشكل ضغط كبير جدا عليهم هيدفعهم للتحرك ومش هيكون امامهم غير انهم يدخلوا مصر وده بالضبط اللي هم عايزينه ومصر رفضت السمح بالعمل في المحور ده فبدأ الاعلام يشتغل فيه حملات تشويه وإساءة على مصر وموقف مصر وصلت لدرجة ان فيه مقال ينزل بالعنوان ده وبدأوا يتكلموا عن انتشار القوات المصرية في سيناء وان فيه انفاق في سيناء وان مصر بتخبي اسلحة استراتيجية في الانفاق في الجبال وبدأ الاعلام يمارس نوع من التمهيد ممكن يكون في اطار تهيئة الرأي العام او في اطار نوع من الضغط او اطار رسائل للدول الغربية اللي بتشوف الاوضاع في المنطقة يعني شوفوا المصريين متعنتين معانا وبيرفضوا اي تعاون وتنصيق وبينشروا جيشهم في سيناء ومحاولة اظهار مصر امام العالم في اطار الدولة اللي بتستعد للحرب وده طبعا بينعاكس على موقف المسؤولين الغربيين يعني اللي كان رافض يورد لهم صفقات معينة هيوافق عليها والدول اللي احنا موقعين معهم على صفقات هيتم الضغط عليهم عشان يعطلوا الصفقات معاهم فده مش بيتم اعتباطا ده كلها ترتيبات تأثير ده على التوازن الاقليمي طبعا بيأثر بشكل كبير جدا هم اصلا بطبيعة الحال بيأخدوا احدث التقنيات ومع اعداد يعني مش بس تفوق في امتلاك احدث الطائرات ولكن كمان بيأخدوا اعداد كبيرة بحيث يكون لهم في الطيران تفوق من حيث الكم والنوعية صحيح فيه امور تانية بتدخل في الحسابات زي انظمة الدفاع الجوي ولكن خد بالك ان من بعد حائط الصواريخ في 73 وكل الابحاث والتقنيات والزخائر اللي بيتم تطورها بتتعمل عشان الدفاع الجوي ما يكون شعائق امام الطيران وكمان فيه عامل زي المقذوفات ارض ارض والصواريخ امور كتير غير معلنة بتدخل في المعادلة يعني الطيران مش كل شيء انت ممكن يكون عندك طيران قوي جدا بس يتم استهدافه على مدارج الطيران وممكن يكون عندك طيران قوي جدا ولما يطلع ينفئز عملية معينة يرجع ميلائش المدارج او يلاقاها متكسرة فلما يهبط يتعرض لنفس القدر من الخسائر اه عندهم شبكة دفاع جوي متقدمة جدا ومتعددة الطبقات ومع المساحة الضيقة بتعتبر كسيفة جدا ونقطة مهمة جدا ما ينفعش يتم اغفالها مرتبطة بالحلفاء والتاكتيكات اللي بيتم استخدامها ومستوى التدريب وكفاءة الخطط والتوقيتات والاهم قبل كل شيء هو توفيق ربنا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة